إلى سناديق الإقتراع توافد الهولنديون سواء من سكان البلاد الأصليين أو من ذوي الأصول الأجنبية وخاصة من المسلمين للتصويت في الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها 28 حزباً و1114 مرشحاً على 150 مقعداً في مجلس النواب وهناك معايير للاختيار من وجهة نظر البعض من المراقبين الشعب الهولندي أو مواطنو هولندا يصوتون انطلاقاً من التأثير السياسي والإعلامي أما الارتباط بالبرامج السياسية فلا موقع له في عملية اختيار المرشحين بالنسبة للأجانب والمسلمين المسألة العاطفية هي أقوى بالنسبة لهم في الاختيارات ويرى مراقبون أن المسلمين ركزوا على مرشحين من العرب والمسلمين في قوام الأحزاب بينما اعتمد الهولنديون في اختياراتهم على برامج الأحزاب جئت لمارس حقي في التصويت في الانتخابات واخترت مرشحة تركية اسم عربي صوت تعليه صفي قائمة العزاء حزب العملية الطقس جميل وسيساعد ذلك على حضور أعداد كبيرة من الناخبين صوتت للحزب الاشتراكي لقناعتي أن برنامجه يلبي طموحاتي وأتمنى أن لا ينجح فيلدرز المتشدد أعتقد أن هناك تباينا في المواقف بعض المساجد دعت إلى التصويت لحزب دينك الإسلامي لمواجهة اليمين المتشدد التوقعات تشير إلى حصول حزب الحرية اليمين المتشدد بقيادة خيرت فيلدرز على المرتبة الثانية ولكن الأخير بدأ واثقا من تحقيق فوز كبير بينما تشير التقديرات إلى أن الحزب الليبرالي بقيادة رئيس الحكومة مارك روتا سيحل في المرتبة الأولى وبالتالي سيتنافس الديمقراطيون والاشتراكيون على المرتبة الثالثة كما يتوقع المراقبون أن تستغرق مفاوضات تشكيل حكومة جديدة أسابيع إن لم تكن أشهرا ويمكن أن تلعب الأحزاب الصغيرة دورا كبيرا بمحاولاتها التوصل إلى اتفاقات حول القضايا الكبرى لحملتها عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات والتعرف على خريطة الأحزاب داخل البرلمان الجديد ستنطلق المفاوضات بشأن تشكيل اتلاف حكومي جديد ويأتي ذلك بعد أن أعلنت معظم الأحزاب الهولندية عن نية عدم التعاون مع اليمين المتشدد فيلدرز في تشكيل اتلاف حكومي عبدالله مصطفى الحرة من مدينة أمستردام الهولندية